ليس بالعتاد وحده تسند الدول الغربية أوكرانيا فتحيول الأوكرانيين لحمل السلاح في المعارك ضد روسيا مثل أولوية البريطانيا وحلفاء غربيين آخرين على مدار العام الماضي الحصيلة تشير إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أشرفت بالتعاون مع دول أخرى على تدريب أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي المجندون خضعوا لبرنامج تدريبات مكثفة وشاقة امتد لخمسة أسابيع وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه حولهم من مدنيين إلى جنود المبادرة التي أطلق عليها اسم عملية انترفليكس انطلقت في يونيو من العام الماضي ساهمت فيها إلى جانب بريطانيا تسع دول حليفة لكييف العملية جندت متطوعين جددا في القوات المسلحة الأوكرانية ممن يملكون خبرة عسكرية قليلة أو معدومة وزودتهم بمهارات مختلفة تشمل التعامل مع الأسلحة والإسعارات الأولية في ساحة المعركة وتكتيكات الدوريات وزير الدفاع البريطاني بن ويلس أكد أن بلاده وشركائها الدوليين مستمرون في تقديم هذا الدعم الذي وصفه بالحيوي ومساعدة أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك بريطانيا عرضت في البداية تدريب ما يصل إلى عشرة ألاف جندي أوكراني على مهارات ساحة المعركة بناء على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة لكن تطورات الميدانية في أوكرانيا ونتائج الشطر الأول من العملية وما أحدثته من فارق كبير في الفاعلية القتالية في الجبهات دفع لندن لتوسيع البرنامج لتدريب حوالي 30 ألف مجند بحول لعام 2024 ترجمة نانسي قنقر